إلى جهزة الأمنية في القاهرة أبضت على الإعلامية داليا فؤاد مقدمة برنامج ضرب نار على قناة القاهرة والناس بتهمة حيازة مواد مخدرة من نوع المعروف باسم GHP مخدر الاغتصاب وده خصل في بيتها في منطقة التجمع الخامس إلى دعبة الأمنية الخاصة بمكافحة المخدرات جالها معلومات بتفيد بحيازة الإعلامية مواد مخدرة وتم تتبع تحركاتها وتمكنت قوة أمنية من ضبطها وتحريز المواد المخدرة اللي كانت معاها وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالوقع وتم اختار النيابة العامة اللي تولت التحيات وقررت نيابة القاهرة حبس الإعلامية داليا فؤاد أربع تيام على زم تتحي في البداية والأجهزة الأمنية بتواصل تحريتها للكشف عن ملابسات القضية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالنسبة لعقار GHP بيستخدم طبيا في بعض الحالات ولكن برضو بيعد من العقاقير اللي بيتم إساءة استخدامها وبيتم استخدامها كمخدر غير قانوني طبعا القضية لسه في البداية ولسه في تحيات وتم النهاردة عرض الإعلامية على النيابة اللي جددت حبسها 15 يوم على زمة التحيات عقار GHP أو جاما هيدراكسي بيوتريد هي مادة كيميائية بيتم استخدامها في الأصل لأغراض طبية زي علاج مشاكل النوم والطراب الجهاز العصبي ولكن بيتداول العقار ده بشكل غير قانوني وبقى بيستخدم كمخدر يعرف بعقار الاختصاب نظرا قدرته على التسبب بفقدان الوعي وفقدان الذاكرة اللحظي أما بالنسبة لداليا فؤاد هي إعلامية ومواثلة مصرية من موليد سنة 1985 اتخرجت من كلية الإعلام في جامعة القاهرة واشتهرت بتقديم عدد من البرامي على قناة القاهرة والناس وغيرها والظهور في أعمال درامية أبرز أعمالها الإعلامية كان برنامج اسمه سائقات الصحراء 2 والجزء الثاني من برنامج اسمه سديم بالإضافة إلى برنامج ضرب نار على القاهرة والناس أما بالنسبة لأعمالها الفنية فهي شركة في مسلسل عريز ديلافري مع الفنان هاني رمزي وكمان شركة في مسلسل جوز ماما اللي يمكن يكون سبب شهرة لها على السوشيال ميديا كمان هي تعتبر ناشطة على مواقع التلاصل الاجتماعي خاصة على انستجرام وتيك توك بتقدم محتوى متنوع بنائش أضغاية اجتماعية ومصطلحات حياتية وعندها أكتر من نصف مليون متابع على حسابتها المختلفة داليا فؤاد أصارت جدل واسع مؤخرا بعدما ظهرت في المقطع وكانت بتتكلم في السياق عن عقار الجي أتش بي وده زاد اهتمام الجمهور بيها وبأنشطاتها المختلفة النهاردة الحد 17 نوفمبر 2024 قررت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة إن هي تجدد حبس المزيعة داليا فؤاد بتهمت الاتجار بالمواد المخدرة لمدة 15 يوم وجهة النيابة العامة للمزيعة داليا فؤاد تهمت الاتجار في عقار جي بي أتش بعد ما تم ضبطه جوة بيتها وجوة وضطها في بيتها في التجمع الأول المزيعة داليا فؤاد كانت نفت في التحقيقات مبارح إنها بتروج للعقار أو أي نوع تاني من المخدرات وقالت إن هي متفاجأة إن الحاجات دي دخلت بيتها وقالت أنا متفاجأة الحاجات دي دخلت بيتي والضباط طلعوها من قطي وشأتي إزاي وأكدت داليا إن المزبوطات في الفيلا بتاعتها لا تخصها وقالت أنا أتجارة الفيلا دي من حوالي 6 شهور بمقابل شهر قدره 17 ألف جنيه رجال المباحث في القاهرة ألقوا القبض على داليا بتهمت الاتجار في المخدرات في منطقة التجمع التابعة لمحافظة القاهرة وعثر رجال الأمن جوا فيلتها على إزازة لمخدر جي أتش بي وعشر تقراس من مخدر ليركا اللي بيستخدم في علاج سرعة القسف ومبلغ مالي قدره 200 جنيه طبعا الوضع صعب جدا والقصة صعبة جدا وأريت على القناة العربية أنا إن الحاجات اللي تم زبطها الإزازة دي يمكن أنا لما أقول لكم إزازة كده تبتكروا إن الموضوع بسيط إزازة حاجة صغيرة لكن الإزازة دي قيمتها السوقية حوالي 145 مليون جنيه وفقا للنا اطلعت عليه على قناة العربية لسه التحيات في بدايتها ولسه مش عايزين نظر أحكام نحن لا نحكم على الناس وخلونا بعيد عن القصة بتاعت الإعلامية داليا فؤاد لحد ما نشوف القصة بتاعتها رايحة فين هل ممكن الفلوس تخلي لوحد إنه هو يخاطر بنفسه بحياته بمستقبله بأهله ببيته بولاده مراته وكل حاجة ممكن تتخيلوها لو الإزازة دي مع أي شخصتين لأن احنا قلنا مش هنحكم على الإعلامية داليا فؤاد لو الإزازة دي بمية خمسة واربعين مليون جنيه وكانت معروضة على حضرتك هل كان ممكن أن أنت تضحي بحياتك وبحياتنا ستانية وخصوصا أن نحن عارفين أن العقار ده بيتخذ علشان يعني يسهل عمليات الاقتصاد وانتشر وأعتقد أن يسفح التجمع كان بيشتغل على العقار ده مع ضحياء ممكن بني آدم في كامل قواه العقلية إنه هو يقبل على نفسه الفلوس دي ويقبل أن هو يضر عدد مهول بالإزازة دي لأنه اللي أنا قريته أن الدوا ده أنت بس بتحطها 3-4 نقط يعني يعني الإزازة دي مثلا ممكن تنهي حياة ألاف السيدات إن صح التعبير حاجة صعبة وحاجة غير متوقعة وحاجة مقلمة بصراحة والواحد بيزعل لما بيشوف حاجات كده وبيشوف إن ممكن يكون ناس تدمر عائلات وعسر بسبب الفلوس آين كان الرقم اللي ممكن يجي من وراء الحاجات دي فمش حارف أنا نحن مش مستهلة وحرام وعيب وغلط وبتودي في 60 دا فيعني أنا شايف إن ده حاجة كويسة جدا إن الأجهزة الأمنية تقدر إن هي ترائب وترصد الحاجات الجديدة اللي دخلها على مجتمعاتنا العربية بشكل حديث وممكن إحنا نكون كناس عديين وطبيعيين مش مستعدين إن نحن نواجه الحاجات الغريبة دي ده بيقولك لا من غير ريحة ولا طعم ولا لون ولا أي حاجة إنت لو بتشرب كباية عصير مش هتحس إن في حاجة مختلفة هتشرب الله هو أكبر عليك ولا تخد شبانك لأنه ولا لي ريحة ولا طعم ولا لون ولا أي حاجة فأنا مبسوط بصراحة مبسوط إن الأجهزة الأمنية قدرت إن هي تقبض على الشبكة دي لأنه بيقولك ده في شبكة كبيرة يعني ما هي شخصة أو اثنين لا ده شبكة كبيرة وفي حد كمان اتمسك معها جنسية أجنبية لكن مش معروفة جنسيته إيه حلقة النهاردة خلاص خلصة تكتبوا لي في التعليقات رأيكم إيه في الحاجات دي شكرا لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر